إن كان الرسم البياني لمدة المشاهدة على الفيديو الخاص بك بهذه الطريقة فهذا أعلى كم من المشاهدات يمكنك الوصول إليه ولكن لو كان على هذا الشكل فهذا حرفياً هو أقل عدد من المشاهدات يمكنك الحصول عليه وحرفياً الشيء الوحيد الذي يمكنه التلاعب بهذا الميبيان هو الموقع أنا في هذا الفيديو فأصح لكم ثلاث حركات في المونتظ سوف تجعلك محترف في تطبيق كابكات وأيضاً سوف تجعلك تحصد أكثر عدد من المشاهدات أول شيء وهو هذا الإفكت مثل إفكت ترانسفورم سوف نستخدم تطبيق اللايت موشن أول شيء سأقوم بإضافة صورة التي تغيب وتضع كفرين في الأول وتنزيلها إلى تحت وتسحب ثانية واحدة وتطلعها إلى فوق وتضع طونا وتضيف هذا الشكل وبعد ذلك تذهب إلى المؤثرات وتذهب إلى هذه الخانة وتختار هذا المؤثر وبعد ذلك تضع هذه الإعدادات وهذه هي النتيجة والكي تقوم بإضافة هذا الإفكت تقوم بإضافة الصورة التي تريد وتذهب إلى خلفية ثم على اللون وتضع اللون الأخضر وبعد ذلك تقوم بعمل إنقصاب في المكان الذي تريد وبعد ذلك تضع هناك وتضيف الترازيشن وتضيف هذا الترازيشن وبعد ذلك تذهب إلى الصورة الأولى وتذهب إلى التعتيم وتضع التعتيم على الصف وهذه هي النتيجة أول شيء تقوم بإضافة الصورة التي تريد بهذه الطريقة وتقوم بنسخ الصورة وتضعها تحت الصورة الأولى بهذه الطريقة وبعد ذلك تضع إلى الضبط وتضع هذه الإعدادات وبعد ذلك تضع إلى أدات المسك وتختار هذا المسك وتسحب هذه الدائرة قليلا وتطلع المسك إلى فوق وتضيف كيفريم وتسحب ثانية واحدة وتنزل المسك إلى تحت وهذه هي النتيجة تطلع المسكة تصفل المسكszمي اشتركوا في القناة